اهلا بكم معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن رسم القلب بالتفصيل ودي الحلقة التالتة والاخيرة قبل ما تشوف الجزء ده لازم تشوف الجزء الاول والجزء التاني لان الكلام هنا مترتب على انك تكون عارف اللي احنا قلناه هناك والروابط بتاعتهم تحت احنا عرفنا ان البي ويف المفروض تكون اتنين ونصف في اتنين ونصف مربع صغير الطول بتاعها والعرض بتاعها طيب لو زادت طول عن كده ده بيدل على راية اتريال هيبيرتروفي تدخم في الاوزين الايمن لاي سبب ان كان زي مثلا البلمونري امبوليزم وزي الترايكاسبت استينوزيز وكانوا زمان بيسموها بي بلمونال البي لما تطول زي ما احنا شايفين كده تبقى اسمها بي بلمونال اما البي لو زادت في العرض ووسعت يعني بقت اكتر من مربعين ونصف صغيرين بالنسبة للعرض وعشان هي وسعت ممكن يظهر فيها كمان نوتش لو وسعت دي بتدل على لفت اتريال هيبيرتروفي تدخم في الاوزين الايسر ممكن يكون بسبب الميترالستينوزيز او اي سبب تاني وعشان كده برضه كانوا بيسموها بي ميترال بالنسبة للفيو ار اس كومبليكس ازاي من خلالها اعرف ان في راية فينتريكولر هيبيرتروفي تدخم في البطين الايمن لو في تدخم في البطين الايمن فانا بلاقي برومين انتار في ليد في واحد وفي اتنين المفروض الار في في واحد وفي اتنين تكون صغيرة لكن انا بلاقيها برومين انت بلاقيها طويلة في ليد في واحد كمان ممكن نلاقي تي ويف انفيرشن التي مقلوبة في في واحد واثنين وثلاثة وممكن كمان لقي ديب اس الاس كبيرة في في ستة وده عكس الطبيعي كله المفروض احنا عرفنا الارب رجريشن في الفيديو الاول راجعوا تاني فانا بلاقي طول ار في في واحد بلاقي انفيرت تي مقلوبة في في واحد واثنين وحيانا ثلاثة بلاقي ديب اس في في ستة وحيانا في خمسة وكمان بلاقي راية اكسس ديفيشن كل الحاجات دي مع بعضها بتقول ان دي حالة راية فينتريكولر هيبيرتروفي او تدخم في عضلة البطين الايمن وهنا هنتكلم على البلموناري امبلزم بالمرة يظهر ازاي في رسم القلب اول حاجة ممكن يجي ورسم القلب طبيعي جدا مفيش فيه اي مشكلة او مجرد ساينستاكيكارديا او ممكن يجي برايت اكسس ديفيشن طول ار في في واحد انفيرت تي في في واحد واثنين وثلاثة وممكن كمان لقي البي بلمونال كل الحاجات دي لو شفتها طبعا مع الكلينيكل تخليني اشك في البلموناري امبلزم والحاجة التالتة والاخيرة واللي هي بتبقى مميزة جدا للبلموناري امبلزم لكن نادرا ما بينلاقيها اللي هي S1Q3T3 معناها ان نلاقي دي بS في ليد 1 ده احنا بنتكلم على المبلز بلاقي فيه كيوهات في ليد 3 ولاقي انفيرت تي في ليد 3 البترن ده اللي هو S1Q3T3 ده بيقول لنا ان ده بلموناري امبلزم وده مش دايما بنلاقيه ده طبعا بالاضافة للحاجات اللي موجودة في رسم القلب زي 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 اللي احنا شايفينها في اليد في واحد واثنين وتلاتة وزي الحاجات دي كلها تقول ان ده او تضخم البطين الايسر بعرفه ازاي من رسم القلب بلاقي ان طويلة جدا عن الطبيعي بتاعها غالبا لما جمعها هي والاس اللي في واحد بيكونوا اكتر من سبع مربعات بتكون هي غالبا اكتر من خمس مربعات في في ستة بالاضافة ان ديب اس في في واحد لما جمعهم يطلعوا اكتر من سبع مربعات كبيرة بالاضافة ان انا ممكن الاقي التي ويف انفيرشن التي مقلوبة في واحد و اي في ال وكمان في خمسة و في ستة نتكلم دلوقتي على الكيو ويف الكيو ويف طبيعيا هي تكون موجودة في بعض الليدز لكن انت تكون فيها مشكلة او باسولوجي او تكون بتدل على ان حصل اما اي او جلطة في القلب لما يكون عرضها زاد عن مربع وطولها زاد عن مربعين صغيرين والكيو ويف دي بتطلع من ساعات من حدوث الام اي وقد تستمر الى سنوات يعني وجود الكيو ويف مش بيقول اذا كان الام اي ده جديد او قديم ممكن يكون جديد وممكن يكون قديم على حسب حالة العيان وعلى حسب التروبونين وعلى حسب حاجات تانية كتير لكن احنا دايما ساعات كده نلاحظ ان الكيو ويف بنشوفها في عيان جات له جلطة زمان ولسه موجودة فبنقول ان دي اولد ام اي لكن هو ممكن يكون ريسنت ام اي وعلى حسب مكان وجود الكيو ويف احنا قسمنا القلب قبل كده مناطق في الفيديو الاولاني زي ما احنا عارفين فانا لو لقيت كيو ويف مسلا في اثنين وثلاثة و اي في اف ده كده معناه ان ده انفيرر ام اي هل ده اولد ولا ريسنت هل الام اي ده جديد ولا قديم طبعا ده على حسب حالة العيان والانزيمات وحاجات كتيرة اللي بتشخص ان الام اي جديد ولا قديم لكن غالبا احنا ده ما بنشوف الكيوهات بس وما فيش اس تي اليفيشن وما فيش مشاكل في القلب وما فيش مشاكل في العيان والعيان كمان ممكن يقول لك انا جات لي جلطة من زمان فغالبا دي بتبقى اولد انفيرر ام اي ونفس الوضع لو بصينا هنا هنلاقي ان فيه كيوهات في ليد في واحد واثنين وثلاثة وده معناه انتروسيبتال ام اي سواء برضو جديد او قديم زي ما قلنا دلوقتي نتكلم على الاس تي سيجمنت اللي هي المسافة من نهاية الكيوهات الى بداية التي المسافة دي المهمة جدا في تشخيص الام اي او الجلطة في القلب المسافة دي المفروض تكون على الايزو الكتريك لاين زي ما احنا عارفين يعني على نفس مستوى الخط اللي مرسوم عليه البي ويف المفروض ما تعليهش ولا تنزل من الخط ده سي سيجمنت لو عليت معناها غالبا ام اي بس لازم في اثنين ليد على الاقل فيه منطقة من المناطق اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده زي ما احنا شايفين هنا مثلا الاس تي سيجمنت مرفوع في ليد اتنين وتلاتة وافاف ده كده معناه בעكيوت انفيرور ام اي الاس تي سيجمنت هنا بتدل على انه اكيوت مش قول ده بقى اما لو بصينا هنا نراقي لني الاس تي سيجمنت مرفوع في ليد في اتنين وتلاتة واربعة وخمسة ده كده معناه أكيوت أنتيرولاترال MI مثلا هنا في المثال ده هنلاقيها مرفوعة في V1 و2 و3 وده كده معناه أكيوت أنتيرو سيبتال MI وهكذا الـ ST segment تتعلق في أي منطقة معناها أكيوت MI في المنطقة دي وبمناسبة الMI والجلطات اللي بتيجي في القلب في أماكن مخفية في رسم القلب رسم القلب غالبا ما بيجيبهاش زي مثلا البوستيرور أريا MI وزي الرايد فينتريكولر MI يعني إحنا بنركب الليدز بتاعة رسم القلب زي ما احنا عارفين في الأماكن دي فبنطوق القلب من قدام كده والناحية الشمال طيب لو حصل مشكلة بوستيرور لو حصل أن في جلطة في المنطقة البوستيرور مش هتبان مش هيطلع ST segment elevation في الليدز اللي قدام لازما الليدز وراء على ظهر العيان زي اللي في الصورة دي عشان ألاحظ الST segment اللي مرفوع طيب أنا إمتى هشك أصلا أن في بوستيرور MI عشان الليدز دي وراء على ظهر العيان غالبا البوستيرور ده بيكون موجود مع الانفيرور MI فأنا ممكن ألاقي ST مرفوعة في 2.3 وAVF كمان ممكن ألاقي ST depression الST النازلة في ليد V1 و2 و3 وكمان ممكن ألاقي طول R في V1 و2 الحاجات دي تخلينا شك أن في بوستيرور MI وعشان كده يفضل أننا أنقل ثلاثة ليدز أحطهم على ظهر العيان زي في الصورة عشان أشوف الST مرفوعة ولا لا وفي الحالة دي بسميهم V7 و8 و9 لأن إحنا الشيست ليدز بينتهوا عند V6 فأنا لو نقلت ثلاثة ليدز وحطتهم وراء كان اسمهم قدام V4 و5 و6 الجهاز هيطلحهم كده أبقى أنا عارفهم وراء أن هما دول V7 و8 و9 حتى لو مكتوبين على رسم القلب V4 و5 و6 أنا عارف أن أنا حطتهم وراء وهم دول V7 و8 و9 زي مثلا في رسم القلب ده الدكتور شيل اتنين ليدز وحطوهم وراء على المكان اللي قلنا عليه في ظهر العيان وكتب عليهم بالقلم V7 و8 عشان عارف أن هو حطوهم وراء مش قدام وظهر فيهم الST segment اللي مرفوع وهو ده البوستيرور MI ونفس الموضوع الright ventricle لو حصل فيه MI المفروض أن أنا بوصل الليدز بدل ما هي على الشمال أوصلها على اليمين V1 و2 بسيبهم راجبين زي ما هو لكن هنقل V3 و4 و5 و6 على الناحية اليمين زي الشمال بالزبط عشان أجيب القلب من الناحية اليمين وأجيب الright ventricle وفي الحالة دي بنسميهم V3R V4R V5R V6R وإمتى تشك إن العيان ده عنده راية ventricle MI ده تشك فيه برضو لو انفيرور MI معاه يعني ST segment مرفوع في 2 و3 وAVF لكن مرفوعة أكتر في ليد 3 يعني الليد 3 الاستي مرفوعة فيها أكتر من ليد 2 وممكن ألاقي ST depression في ليد 1 وAVL كمان ممكن ألاقي الاستي مرفوعة في ليد V1 لأن ليد V1 هو أقرب واحد للright ventricle فممكن يحصل فيه شوية ارتفاع في الاستي سيجمنت في V1 فأنا لما نقل بقى الليدز كلها على الناحية اليمين هيبنلي بقى الاستي سيجمنت مرفوعة بشكل واضح في الليدز دي اللي بتجيب الright ventricle فلو بصيت عليهم تلاقي ST segment مرفوعة بقى في معظم الليدز دي ويبقى ده معناه رايد ventricular MI مع الانفيرور MI الاستي سيجمنت بقى لو نزله عن مستوى الايزوالكتريكلاين ده معناه برضو اسكيميا لكن غالبا بنشوفه أكتر في الانستيبل انجينا أو الزبحة الغير مستقرة وكمان في النانستيمي ممكن برضو تكون جلطة في القلب لكن مش معاها الاستي سيجمنت مش مرفوعة ده نزلة لتحت وده طبعا موضوع تاني المهم من الST segment لو نزلة بتدل على اسكيميا لكن مش على استيمي مش ST elevated MI لا دي كاريتيريا تانية وحاجات تانية بنعتمد فيها على التروبونين وبنعتمد فيها على الكلينيكا بتاع العيان دلوقتي نتكلم على التي ويف التي ويف المفروض ان هي طلع الفوق في معظم الليدز لكن بتكون انفرتد في AVR وممكن تكون انفرتد في البنات الصغيرة في V1 واحيانا V2 و V3 وتكون طبيعي ما يكونش فيها مشكلة لكنها ممكن تكون انفرتد وتكون بتدل على مشكلة زي مثلا في حالة سواء ريت أو لفت أو في حالة عيان بياخد ديجيتاليز أو مثلا في حالة البندل برانش بلوك الحاجات دي ممكن ألاقي فيها التي ويف انفرتد أو نازلة تحت زي مثلا حالة الـ LVH أو الـ Left Ventricular Hypertrophy بلاقي التي ويف انفرتد في ليد 1 و AVL أما في الـ RVH أو الـ Right Ventricular Hypertrophy بلاقي التي ويف انفرتد في V1 و 2 و 3 أما التي ويف لو كانت انفرتد ومعها مثلا شست بين أو معها ميرمر فكده بتدل على إسكيميا وعلى حسب منطقتها برضو يعني مثلا لو موجودة في 2 و 3 و AVF وفيه 5 و 6 زي هنا كده يبقى دي انفيرولاترال اسكيميا وهكذا على حسب المنطقة اللي هي انفرتد فيها يبقى في اسكيميا في هذه المنطقة نيجي بقى نتكلم عن تأثير الـ Digitalis أو اللانوكسين اللي العيان بياخده بيعمل ايه في رسم القلب احنا قلنا اول حاجة انه بيعمل كمان بيعمل لكن بتبقى اسمها يعني الـ S-T-Segment تبقى نزلة تحت لكنها نزلة زي منحضر زي اللي في الصورة ده كده وكمان ممكن ألاقي الـ U-Wave فدي علامات تأثير الـ Digitalis أو اللانوكسين دلوقتي نتكلم على تأثير الـ Electrolytes المعادن في الجسم بتأثر ازاي على رسم القلب واول حاجة هنتكلم عنها هي الـ Hypokalemia يعني البوتاسيوم مستوى نزل في الدم فهيأثر ازاي على رسم القلب هنلاقي ان الـ T-Wave بقت Flattened بقت مستوى على الـ Iso Electric Line أو Inverted ممكن ألاقيها نزلة لتحت شوية وفيه في الاخر تطلع لفوق تاني عشان تعمل الـ U-Wave زي كده بالزبط الـ T-Wave Inverted أو نزل تحت ووراها U-Wave فده تأثير الـ Hypokalemia أما الـ Hypokalemia يعني زيادة البوتاسيوم في الدم بتعمل ايه؟ بتعمل Hyper Acute T أو بتعمل Beegd T-Wave نلاقي T طويلة جدا ورافعة لفوق وممكن الـ ST-Segment تختفي بسبب ان T-Beegd وممكن كمان نلاقي ان الـ QRS Complex وسعت شوية بسبب الـ T-Wave وتأثير المغنيسيوم في الدم زيادة المغنيسيوم أو نقص المغنيسيوم زيه بالزبط زي البوتاسيوم تأثير الكالسيوم بقى ايه على رسم القلب؟ الكالسيوم ده لو قل بيعمل حاجة اسمها برولونجة QT Interval هو المسافة من بداية الـ QRS Complex الى نهاية T المسافة دي شارب كده يعني بالـ Yم كده المفروض تكون اقل من نص المسافة بين الـ R والـ R طبعاً الـ QT دي لها معادلات بنحسبها بيها بالزبط على حسب معدل ضربات القلب زيادة ولا قليل بنجيبها ازاي؟ بس دي حاجة أدفانست شوية لكن احنا شارب كده نعرف ان المسافة دي المفروض تكون أقل من نص المسافة بين الـ R والـ R فلو حصل هايبوكالسيميا مستوى الكالسيوم أقل في الدم بنلاقي ان المسافة دي تولد زي اللي في الصورة كده شوية وفي مرض لوحده او حاجة منفصلة لوحدها اسمها لونجيكيو تي سندروم نفس الفكرة بالزبط بنلاقي الانتيرفل ده المسافة دي زادت عن الطبيعي بتاعها لأسباب مختلفة مش شرط الهايبوكالسيميا طيب لو الكالسيوم زاد في الجسم حصل هايبوكالسيميا بنلاقي ان الكيو تي انتيرفل ده قل تحس ان تي بقت لزقة في الكيو ار اسكم بلكسي زي اللي احنا شايفينه كده بالزبط لو عيان عنده بريكاردايتس او التهاب في الغشاء المغلف للقلب في الحالة دي بلاقي استي سيجم انت مرفوعة تقريبا في معظم الليدز بتاعة رسم القلب زي ما احنا شايفين لكن ما يميزها ان هي بتبقى كونكيف بتبقى مقاعرة هو ده اللي بيميز البريكاردايتس استي مرفوعة في معظم الليدز كلها وبتبقى استي دي مقاعرة ودلوقت نتكلم عن حاجات ادفانست شوية هنقولها بسرعة اول حاجة اسمها برجادا سندروم برجادا سندروم دي حاجة وراسية بتكون موجودة عند بعض الناس ممكن تسبب الموت المفاجئ بيكون منها تلات اشكال الشكل الاول انك تلاقي رايت بند البرانش بلوك يعني رس ار باترن في في واحد واثنين وثلاتة لكن بتلاقي استي سيجم انت مرفوعة وشكلها كوفد كوفد استي سيجم انت زي اللي احنا شايفينها دي دي مميزة لطيب وان برجادا سندروم وفي الحالة استي سيجم انت بتكون مرفوعة اكتر من مربعين صغيرين الشكل التاني او طيب تو برجادا سندروم بتلاقي نفس الموضوع رايت بند البرانش بلوك وتلاقي الار اس ار باترن في ليد في واحد وثلاتة وتلاقي استي مرفوعة لكن بشكل اسمه سادل باك استي سيجم انت اليفاشن الشكل اللي احنا شايفينه بالزبط نازل لو طلع تاني دي اسمها سادل باك استي ايليفاشن وبرضو بتكون اكتر من مربعين صغيرين اما النوع التالت من البروجادا سندروم هو هو زي الاولاني او التاني لكن بتكون الاستي مرفوعة اقل من مربعين صغيرين وطبعا مش بحكم بس برسم القلب لازم الكلينيكال كمان وكمان ممكن اعمل رسم قلب بالافراد والاسرة الاقي فيهم نفس الاختلاف ده او نفس الحاجة دي معاهم هم كمان لو واحد مركب بيس ميكر او منظم لضربات القلب تعرفوا ازاي في رسم القلب بتلاقي لو هو مركب فينتريكولر بيسنج يعني حاجة بتشغل الفنتريكيل بتلاقي سبارك او خط رفيع كده قبل الكيو ار اس كومبليكس يبقى لما تلاقي سبارك او شرارة بتاعت البيس ميكر قبل كل كيو ار اس كومبليكس فده فينتريكولر بيسنج اما لو اتريال بيسنج يعني معنى كده ان السبارك هتبقى موجودة قبل البي ويف فانت لو بصيت على رسم القلب ده هتلاقي ان كل بي ويف قبلها سبارك او شرارة او خط رفيع هو ده كده البيس ميكر او الاتريال بيسنج اما لو في مشكلة في الاتنين فبلاقي فيه حاجة اسمها دولي تشامبر بيسنج او الاقي السبارك ده قبل البي ويف وقبل الكيو ار اس كومبليكس زي ما احنا شايفين هنا ده دولي تشامبر بيسنج احنا كنا تكلمنا قبل كده على الورف باركنسون سندروم في الجزء اللي فات وقلنا ان بيبقى فيه اكسيسرو باسوي يعني فيه مصار اخر بين النبضة من الاتريام الى الفنتريكل وبالتالي بيكون اسرع وبالتالي بيكون في شورت بي ار انتيرفل مسافة لها البي ار انتيرفل بلاقيها قصيرة سلارد ابستروك للكيو ار اس كومبليكس ووجود الدلتا ويف الكلام ده لو كانت النبضة تتجه من الاتريام للفنتريكل بس لكن احيانا النبضة تنتقل في الاتجاهين الى الاتريام والى الفنتريكل وهو ده اللي بنسميه اتريو في نوعين كمان اتنين احنا ما قلناهمش النوع الاول ان انا ممكن نلاقي البي ويف تيجي بعد الكيو ار اس كومبليكس الاو التوصيل بتاع النبضة بيوصل للفنتريكل قبل ما بيوصل للاتريام وبالتالي هلاقي البي ويف جد بعد الكيو ار اس كومبليكس زي ما احنا شايفين كده فده نوع من ال اي في ار تي او الاتريو فينتريكرا ري انتري تاكي كارديا النوع الثالث من ال اي في ار تي ان انا ممكن ما لاقيش البي ويف او ممكن الاقيها وتكون يا مدوب لزقة في الكيو ار اس كومبليكس فانا بلاقي الدلتا ويف موجودة ولاقي الكيو ار اس كومبليكس ويد وممكن الاقي البي ويف او مليئهاش فده النوع التالت من ال اي في ارتي ونيجي بقى لنقطة مهمة وصعبة شوية وهو احنا عارفين الفي تاك اللي هو الكيو ار اس كومبليكس واسعة وسريعة ومنتظمة طيب نفرض ان فيه صوبرا في انتريكولار تاكي كارديا ومعاها باندل برانش بلوك معاها مشكلة في التوصيل من الباندلز او معاها ابيرانسي معاها باسوي سريع بيوصل النبضة بسرعة للفينتريكل واسعة اقدر ازاي افرق بين الفي تاك وبين السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا اللي معاها البلوك ده او معاها الابيرانسي دي هو ليه اصلا لازم افرق بينهم لان السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا هديها ادونيسين او اديها اي حاجة تعمل اي في بلوك لكن الكلام ده كونترا اندكيتد في الفي تاك فماذا اعرف افرق بين VTAC وبين Sopraventricular Tachycardia اللي معها Aberancy او معانها Bundel Block لو سوبرافنتريكول تاكككեرديا دي اللي هي منها انواع زي AF مثلا والأتريال فبروليشن والبروكسيزمر سوبرافنتريكول تاككيكارديا او باروكسيزمال اتريال تاككيكارديا او الولف باركنسون سندروم كل دي انواع من السوبرافنتريكول تاككيكارديا لو الحالة دي كانت AF فده هيحل الموضوع شوية احنا عارفين ان الاف المفروض لكن لو معاها بقى او معاها هلاقي ان الافتوائد طب هفرقها ازاي هتبقى انما في حالة هيكون هيبقى غير منتظم فده هيفرق لنا بين الحالتين طيب هنفرض ان هو مش اف هنفرض ان هو عادية يعني منتظمة ودلوقتي الQRS كومبليكس بقت واسعة افرقها ازاي بينها وبين الVTAC الحقيقة في حالة شوية اختلافات بتبقى موجودة في الVTAC ما بتكونش موجودة في الSVT اللي معاها ايه هي الحاجات دي الVTAC بتكون يعني غالبا اكتر من اربع مربعات صغيرين لكن الSVT بتكون وايد او لكن مش قوي ممكن تكون بين ثلاثة و بين اربع مربعات لكن الVTAC بتبقى تاني حاجة بيبقى فيه في الVTAC يعني الAXIS بيكون مختلف تماما في الVTAC لكن ممكن يكون مش مختلف في في الVTAC ما بلاقيش اللي كمان في الVTAC ممكن الاقي يعني يعني نبضات عادية كده في النص ده ممكن الاقيها في الVTAC ما لاقيهاش في في الVTAC كمان في الVTAC بيبقى حاجة اسمها positive concordance أو negative concordance يعني الاقي ان QRS complex كلها في اتجاه واحد سواء positive او سواء negative في الVTAC يعني ابص على رسم القلب مثلا في حالة VTAC وشوية طلعين وشوية نازلين عادي زي في رسم القلب الطبيعي في الVTAC في حاجة اسمها البروجادة اللي هو المسافة من اول بداية الQRS complex الى اقل حتة او اسفل حتة في الS بلاقيها اكتر من المربعين ونص صغيرين الصين دي اسمها بروجادة وبلاقيها في الVTAC ما بلاقيهاش في الSVT كمان في النوتش اللي موجود ده بنسميه جوزوفسون صين دي برضو بلاقيها في الVTAC وما بلاقيهاش في الـ كمان في حاجة اسمها يعني لو بصيت على كيو ألاقي ان في الVTAC بلاقي يعني شكل ودن الارنب كده فبلاقي ودن الارنب الشمال هي اللي عالية في الVTAC لكن في الSVTAC بنلاقي الناحية اليمين كمان في بعض الكريتيريا تقولك ان الحالة دي اكتر ان هي يعني مثلا ما يبقى العيان كبير في السن اكتر من 35 سنة لما يكون معا 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 مشاكل عموما في القلب اي حاجة من الحاجات دي تخليك تشك اكتر في الVTAC لكن غالبا بيبقى العيان اقل من 35 سنة وطبعا هي دي صعبة شوية لكن بالتدريب ومع الوقت كده نقدر نعرفها لما نشوف رسم قلب كتير وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة اعمل لايك وشير شكرا لكم اشتركوا في القناة